تعالوا الروح لموضوع آخر من الموضوعات التي لا تقل أهمية نتعرف فيها على فعاليات معرض برايت هاريس التشكيلي الأول لدوي الهمم اللي تم تنظيمه في دار الأوبرا المصرية الولاد شغالين في الأرض والرسم ومتحمسين جداً وبيعملوا سمات كويسة فإحنا تحمسنا الموضوع فعادنا ندور على فكرة نخلي الولاد يعملوا حاجة كويسة وحاجة تبهر الناس زي ما أبهرتنا ففكرنا بفكرة اللي هو إن إحنا بنجيب لوحات فانكوخ وهم بيعملوها بألوان عصرية فاشتغلوا على لوحات حلوة جداً وطلعوا زي ما انتم شايفين كده رسومات جميلة جداً فأبهرتني أنا شخصياً فقررت إن أنا أعمل لهم لازم لازم اللي هم عملوا دا يتعرض فعملنا المعرض هنا عشان أول حاجة شغل الولاد يطلع للناس ثاني حاجة كل أب و أم يشوف شغل أولادهم فدي أكتر حاجة بسطاني ومتحمسة لها جداً المعرض قايم على فكرة فنية هي إعادة سياغة المدرسة التأثيرية اختارنا من المدرسة التأثيرية الفنان فانجوخ الولاد لقيت عندهم الموهبة القوية اللي تسمح إن إحنا نقدر نقيم معرض قوي بالشكل ده فبالتالي إحنا خدنا الرزق وحقيقي ولادنا عملوا لوحات قايمة جداً كبيرة صعبة استخدموا أسلوب ضربات الفرشة علشان الأسلوب ده سهل ليهم وتكنيك سهل جداً وهم الحقيقة أبدعوا مهم جداً جداً الثقافة والفنون للأشخاص اللي عندهم معاقات ده بيعمل نوع من المشاركة والتمكين في المجتمع ما بيبقاش منعزل في مكان بعيد عن المجتمع وده بيكون شخصية طبعاً أقوى شخصية مندمجة شخصية عندهم مهارات وطبعاً إحنا بنقول اللي ولادنا بيقابله تحديات وكل مرة بيثبتوا اللي هم يقدروا يطلعوا بمنتج جديد في ظل التحاياف دي فدي بتبقى بصراحة حاجة بخريحة جداً وهم يقدروا يعملوا كل أنواع الإبداع سواء إبداع خاص بالفن زي ما أنتوا شايفين أو الرياضة أو كمان أفكار كتيرة ونستغل نقاط القوى دي اللي غالباً بتبقى بشكل نورفيربال قدرات غير لفظية زي الموسيقى زي الرسم وهكذا أنا وصلت عشان أنا رسمت اللوحة في شجرة وفي حبيل وفي زرعة رسمت دا الأرض أحمر وشجرات وشمس أنا جدت مع نورها في معنى أنا أسودا ببصحابي لأيقود هنا في الحقيقة المعرض دا أنا شايفوا بمثابة فرصة علشان خطر الأهل يعرفوا إلي بيدور في أذهان أطفالهم عاوز تعرف إلي بيدور في ذهن طفلك ادي له ورقة وقلم واطلق ليه العنان وخليه يرسم ويتحرر من كل القيود علشان تعرف إلي بيأثر عليه وهو موهوب في إيه تانا